في حال تم عزل ميسي من طرف الكروات هل بإمكان الأرجنتين أن تتحرك أن تلعب أن تسجل؟ بالتأكيد الآن ليونير سكالوني أمام قراءة سيناريوهات مختلفة وإذا لم يقرأ هذه السيناريوهات المختلفة فعليه أن يرحل لماذا؟ لأن منتخب كرواتيا لعب بطريقة مشابهة أمام البرازيل وأمام المغرب وأمام غيرها وغيرها واليابان وغيرها إذن علي أن كجهاز فني وليس كمدرب فقط حتى المجموعة الفنية التي تقعد وراه في الدكة وفي دكة البودلاء في حالة اسمها التقييم والتحليل تقييم الأداء وتحليل الأداء لكل لاعب في المنتخب الكرواتي حتى حارس المرمى إذن هذه الحالة الآن والخلاصة فيها الخطة الأولى بلان A B C كيف أنا سألعب إذا حاصروا ليونيل ميسي إذا قطعوا كل الكرات إذا في البداية واحد منهم تجرأ وضرب ليونيل ميسي في العضلة عزيزي رائد هذا ما قاله المدرب زلاطكو داليش عندما سألوه عن كيفية التعامل مع ميسي في هذه المباراة قال تعلم بأن كرواتيا فز على أرجنطين في 2018 ثلاثة سفر إنجاز ومباراة كبيرة للمنتخب الكرواتي كانت أحسن من الوقت قال لهم ميسي لا يمكن أن توقفه ولا يمكن أن تراقبه ولا يمكن أن تعزله قالوا لكني سأعمل على قطع الإمدادات عن ميسي يعني سأمنع وصول الكرة إلى ميسي إذا منعت وصول الكرة إلى ميسي خلاص ميسي بالنسبة لي كلام منطقي تمام أما أني أراقبه وأعزله قالوا هذا السؤال لم يجد له المدربون إجابة طيلة 20 سنة ماضية ولكن حتى في المؤتمرات الصحفية وفي تصريحات مثل هذه لا تأخذ كل التصريح علىها كما هو نعم بعض الأحيان يوهمك بشيء ويقوم بشيء لأنه يا أخي بالأخير الحرب خدعة صحيح وانت كيف على ذلك